بسم الله الرحمن الرحيم الأخوات والإخوة تقدم لكم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذا التصريح الشهري المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا للفترة الممتدة من 5 يوليوز إلى 8 يوليوشت بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر الضعيف لانتشار فيروس سارسكوف 2 تنتهي الموجة الثانية لأوميكرون وهي الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع للفيروس لتبتدأ فترة بينية جديدة هي الفترة البينية الرابعة وهنا نعيد تأكيد مرة أخرى على أن انتهاء موجة وبائية لا يعني انتهاء الوباء حيث سيستمر انتشار فيروس سارسكوف 2 في مستوى ضعيف مع احتمال غير مستبعد لحدوث موجة أخرى لكن طبعا ليس في الوقت القريب الأخوات والإخوة عرفت بلادنا موجة رابعة للانتشار الجماعي الواسع لفيروس السارسكوف 2 ابتدأت في الأسبوع الأخير من شهر ماي واستمرت 11 أسبوعا حيث تم بلوغ ذروة الحالات والتعفونات الجديدة وبلوغ الفيروس أوج انتشاره في الأسبوعين الممتدين من 20 يونيو إلى 3 يوليوز من العام الحالي ليبتدأ بعد ذلك انخفاض مستوى انتشار الفيروس بشكل تدريجي فيبلغ مستوى ضعيف خلال الأسبوعين الأخيرين حيث انخفض معدل إيجابية التحاليل من 22.6% خلال الأوج إلى 3.9% خلال الأسبوعي الأخير مع تسجيل مؤشر 0.83% لتوالد الحالة ولا يزال أوميكرون هو المتحور الوحيد المنتشر ببلادنا مع هيمنة المتحور الفرعي بيئة 5 ب82.5% يليه بيئة 2 ب10.5% فمتحورات فرعية أخرى لأوميكرون ب7% وفق آخر تقارير المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجنومي خلال هذه الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع للفيروس تم تسجيل 999 حالة لكوفيد الوخيم أي الحالات الخطيرة والحرجة في المجموع ومقارنة بالموجة الأولى لأوميكرون فإنه تم تسجيل 4200 وحد حالة لكوفيد الوخيم أي أن الموجة الحالية كانت أقل ضراوة ب76% وهو ما يعزى إلى كسب المواطنات والمواطنين مناعة طبيعية ولقاحية ضد الحالات الخطيرة والحرجة ووفق التحليلات الوبائية التي يقوم بها المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فإن عدد حالات كوفيد الوخيم التي تم تفاديها خلال الموجة الحالية بفضل الحملة الوطنية للتلقيح وجرعاتها المعززة يقدر بـ 931 حالة ومع انخفاض ضراوة الموجة انخفض كذلك معدل إماتة أو مؤشر الفتك حيث سجلت خلال هذه الموجة 182 حالة وفات رحم الله الجميع مقابل 1882 حالة وفات خلال الموجة الأولى لأوميكرون أي بنخفاض يعادل 85% بين الموجتين ووفقا لتحاليل مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فإن عدد حالات الوفيات التي تم تفاديها خلال الموجة الأخيرة بفضل الحملة الوطنية للتلقيح خاصة جروعاتها المعززة يقدر بـ 188 حالة وفات وبالنسبة للوفيات المسجلة فقد بلغ معدل السن 71 عاما و93% منهم رحمهم الله وجميعا يعانون من أمراض مزمنة وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18.3% من مجموع المواطنات والمواطنين كما تلقى 30 ألف مواطن ومواطنة الجرعة التذكيرية وفي الختام فإن بلادنا ستدخل فترة بينية هي الرابعة منذ بداية الجائحة ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس مع التذكير على أنه يبقى دائما كما كانت الفترات البينية السابقة احتمال إصابة واردا واحتمال إصابة بكوفيد الواخيم كذلك أمر وارد وإن كان ضعفا ومنه وبالنظر إلى احتمال تسجيل موجة أخرى مستقبلا يبقى أمرا غير مستبعد وفقا لما تؤكده المنظمات العالمية المتخصصة في الصحة العامة والأوبئة فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تستمر وتلح في دعوة كل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم ستين سنة أو الأشخاص البالغين 18 عاما فما فوق والذين يعانون من أمراض مزمنة تدعوهم إلى استكمال جميع الجرعات اللقاحية بما فيها الجرعة المعززة بعد مرور أربعة أشهر من الجرعة الثانية والجرعة التذكيرية بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثالثة المعززة كما تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابعونا فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية